سلام حبابي سنتبهنا انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين لقداموا اجداد والناس للتحقوب بهذه القناة ان شاء الله اليوم الوصفة دينا ديال الرزق ترضي النواحس ترضي السحر المعمول في خفاء ترضي الحسد اللي مقف لك حالك في المال وفي التجارة في اي حاجة في البيع والشراء اي حاجة يربي يسخر لك ما في السماوات وما في الارض اذا الوصفة ديال ناديا اليوم هي طرد النحس من البيت وجلب الرزق وجلب الخيرات بقوة الى كنتي مسحورة كنتي عندك طاقة سلبية في العتباء عندك في البيت نحوسات عندك حسد شديد دائما انت محتارة في رزقك دائما محتارة في سعدك دائما محتارة في ولادك دائما محتارة في علاقتك مع الزوج ديالك ودائما محسودة دائما عندك واحد طاقة سلبية اليوم غد نحطوه واحد صغر بانية ان شاء الله زوينا ديال كيفاش ترضي النواحس من البيت البيت اللي ما فيش رزق تكون عندك نواحس اما من العين القوية الحاسدة الباغرة بعد الاحيان تكون الحسد الشديد توقف الحال بدون سبب تتحتاري في رزق درجة انك تتبدي تكلمي غير مع نفسك ولكن الوصفة ديالنا دياليوم هي عبارة على وصفة عندك ومكودي النحس والطردي التوابع وتحيدي النحس من البيت ديال قلت المال قلت تفاهم قلت السعد قلت كل شيء اذا هذا المكون هو مكون معروف عندكم تناكلوه مع الحليب هو الروز الروز رائع في طرد النواحس وجلب الخيرات اللي ما عندوش الروز يدير الزرع يدير الزرع القمح اذا عدنا واحد طاقة داخل البيت عدنا حسد شديد عدنا دائما عدنا قلة المال عدنا مشاكل مع الاولاد دائما عدنا مشكل على حسب المال ديما قليل ديما عدنا المال قليل ولكن العتبة ديما عدنا منحوسة العتبة تتكون منحوسة تكون علامات انه ما تدخلش الرزق الى البيت ودائما تتكون واحد الغمامة كحلى في البيت دائما لاحظوا الناس اللي عندهم مشاكل ديما تيبلهم واحد حل السحاب عندهم في البيت تيكون لونه اسود هدوك شياطين شياطين الجن والانس تيكون عندكم لغت تيكون عندكم كلام تيكون عندكم دائما انتم محسودين اما في الاولاد واما في المال واما في الرزق واما غير على ضحكة الى ضحكتها متبوعين الناس اللي دائما يدروا الوصفات وما تنجحوش معهم غادي يدروا هاد السيغة لانها صيغة رائعة وجابت مع الناس نتيجة بزاف وفعلا ناس درجة انهم قسموا بالله بانها تجلب الرزق بقوة اذا نبغي نشاركها معكم ونبغي نديروها كاملين على نية جلب الرزق وجلب السعادة وطرد النحس من البيت الناس اللي عندهم دائما نحوسات وتحاجة ما صادقة لهم اي حاجة شروها تتكسر اي حاجة شروها ما تتكملش معهم او ما تعجبهمش درجة ان تشري اي حاجة وما تبقاش تعجبك لانك عندك نحس وعندك طاقة سلبياء في البيت اذا ولو تشري اي حاجة غالية او الخيصة تتكسر او الناس دائما عندهم المواعن تتكسر عندكم الاضواء الاضواء اللي في البيت تتحرق باستمرار تكون علامات دي الطاقة سلبية في البيت اذا عدنا الروز اللي دائما الروز هو جالب للخيرات اغلبية الناس تاخد مبروز فيه كلام الله وتتعطيه الناس يكلوه على نية المحبة را عندي في القناة رائعة واكتر من رائعة الى بغيتوه نعودو نحط لكم دي المحبة والاكل عودو حطو لي تعليقات ونحطو لكم ان شاء الله تاني مكون هو عدنا الملح الملح الطعام او ملح حبيبات اذا عدنا الملح تكون بودرة او حبيبات نتوما بالاختيار او الملحة الصخرية اللي قوية على الجن والانس الملحة الصخرية اذا حاولوا انكم تاخدوا المكونات بساطة اللي عندك في الدار ديري الملحة والروز غادي ناخد هاد الملح وغادي نبقى ان معك يديا فيها باش تاخد طاقة الجسد ديالي وغادي ان شاء الله تبدأ الام هي اللولى الام هي مركز البيت غادي تاخد وتبقى انها تدور هاد الروز على اليد ديالها درجة انها ياخد طاقتها غادي نبدأ بالاب الاب تهوى اللي عنده قلة المال وعنده ري مخالف اي حاجة دارها تيكون عنده ما عندوش حضف تحاجة الزوج اللي تيكون ما عندوش حضف تحاجة غادي ياخد تهوى تابع للمرأة يحكي الديه يحكي الديه بحالكا ياخد طاقة الروز والملح باش ياخد طاقة الجلب الخيرات وطرد النحس الاولاد قاع لي قاع الاولاد اللي عندك في البيت وعندك مشاكل معاهم ما كيناش المحبة كين نحس بناتهم كين طاقة سلبية بناتهم كين نحس في البيت دائما عندك نحوسات في البيت اذا انت تتسائلي تتقولي علاش هاد المشكل الواقع لي انا بالضبط وانتي محتارة بزهرك اذا انتي محتارة بزهرك ومحتارة بزهر ولدك ولادك زهر ولادك والمشاكل ديالولادك كلهم غادي يحكوا ايديهم هاد الروز ويحطوا ايديهم كاملين يكون وعاء كبير بلاستيكي ونعطيه الاولادي يحكوا هاد هاد الروز الروز اللي غادي ان شاء الله كيفاش نعطي الاولادي يحكوا يديهم باش يجري المال في يديا وغادي ان شاء الله هنحك يديا بحركة على نية انه بغيت نطرد النحس اللي قلت المال والاولاد ديالي كلهم غادي يحاولوا انهم يحطوا يديهم كاملين ويحكوا حكات ثلاث مرات او اربعة او خمسة ومن بعد غادي ان شاء الله في الليل اي وقت بغيتي سبت ليلة السبت او ليلة الحد الا الاربعاء لا اه في اي وقت غادي تديريه الخاميس الجمعة ولكن تصوبها بالليل والصباح ان شاء الله غادي اما ترميها مع الفجر امام العتبة لما قدرتش غادي تقولي عندي جيران انخاف انهم يقولوا لي شي حاجة غادي انقدر انرشها من الداخل اذا تقدري ترشيها من الداخل ترشيها من الداخل تبقى ليلة كاملة ليلة كاملة اترشيها ايلا بغيت ترشيها في الليل غادي تبقى ليلة كاملة والصباح غادي نجمع هادك الروز مع الملح وغادي غادي ندير رفوحة الصريرة ونعلقه في جانب البيت في جانب الباب اما الروز الباقي غادي ندير صريرات 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 على اساس ان هادك الصريرات غادي ان شاء الله نعلقهم اما في الدولاب اما في مدخل الباب اما غادي نحط في كل زاوية نحط صريرة ومن بعد يدوم شهر شهر بالضبط غادي تلقاوا هادك الروز مع الملح تحجر اذا تحجر رجمع الطاقة السلبية وطاقة النحس وطاقة ديال الحاجة الخيبة عندكم في البيت غادي ان شاء الله يجمعها وغادي ان شاء الله تحيدوا هادك الروز تتلحوه في مكان بعيد عن المنزل تتلحوه في مكان عاجب وتعودها نفس الوقت ولكن الوصفة كلها تحتوي على الروز والملح والطاقة ديالك المهم الزوج اللي عنده عدم الرز قدي تعطيه شيء قليل يحطوا في بابي أليمينيوم ويديروا معاه في البستام او في الحقيبة ديال الزوج ديالك او المرأة تحطها معها في الحقيبة اذا كل شيء يبغى شوية من هذا الروز مع الملح يحطوا في يحطوا هكا في البستام بحالة دا اناعطيكم مثل تحطوه في البستام تحطوه شيء قليل مع بابي أليمينيوم بحلسة بحبات مع شوية الملح وتحطوه في في الحقيبة اذا الناس اللي عندهم مشاكل ديال قلة المال عندهم تعطرات في الحياة عندهم الحاجة اللي شرعوها تتقطع ديما عندهم نحس في الأمور دائما محتارين في الزهر ديالهم يديروا هذا الروز ولكن الروز اللي غادي إما تشتوه أمام العتبة وصباح تجمعوه إما اللي كيلداخل غادي تلوحي واحد الكمية احدى العتبة بيش يكون عندك الرزق ومن بعد تجمعيه وتديريه في صريرة وتعلقيه في جانب الباب والروز الباقي غادي تديريه صريرات تحطيه في المتبخ تحطيه في الصالون تحطيه في بيت الأولاد بيت النوم ديالك أي غرفة غادي تحطيه فيها إلا المراحل لا إذن هذا الروز هو بركة ورزق وحبابي حاولوا أنكم تديروها بيقين والله المستعان على كل الأمور إذن الوصفارة ناجحة بشهادة بثبت الناس داروها وجابت معهم نتيجة إما ترميه أمام العتبة وتجمعيه وتعلقيه في جانب الباب من الداخل أما إذا كان ترميه أمام العتبة رتيب قا أمام العتبة حيث ما مقرع لا قرآن لو ألوع غير حيث الطاقة النحس والطاقة السلبية اللي عندك في البيت خرجتها من البيت كي اللي غادي يعلقها كي اللي غادي ولو ترمي أمام العتبة لابد أنك يتعلقي هات الصريرات في البيت أنتوما في الاختيار أنا أعطيتكم حلول وانتوما في الاختيار إذن أحبابي إلا عجبكم الفيديو خليوا ليلايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته